سواء الخير مشاهدين على حضراتكم أهلا بكم معنا وحلقتنا النهار ده ونهار جديد إن شاء الله نهار كده كله خير وسعادة وأمل وتفاؤل على حضراتكم دايما كده بنبدأ معاكم يومنا بنهار جديد وإن شاء الله يكون النهار كله خير على حضراتكم بإذن الله الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة كلنا الحقيقة بنعاني شوية من يعني التقسي البارد خلال الأيام دي وتحديدا في هذه الأيام بنلاقي إن فيه فرصة للإصابة بنزلات البرد والأنف الونزة تحديدا الناس اللي منعتها بتكون ضعيفة شوية ضد البرد ويمكن أولادنا الصوارين وأطفالنا هما الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد لأن يعني عادة منعيتهم بتبقى ضعيفة ما بيبقاش عندهم قوة مناعة اتجاه طبعا الفيروسات ونزلات البرد المختلفة وبالتالي إحنا محتاجين نشتغل شوية على الجانب الخاص بتقوية جهاز المناعة وتقوية مناعة أجسامنا وأجسام أولادنا لو مشينا كده واتبعنا بعض الخطوات وبعض كده يعني الإجراءات اللي ممكن نتخذها خلال روتين حياتنا اليومي حنلاقي إن إحنا بنقدر إن إحنا نتحكم في الموضوع شوية نقوم شوية نزلات البرد والأنف الونزة أول حاجة نهتمي بها طبعا هو الغذاء الصحي والغذاء المفيد الغذاء الصحي المتوازن ونحط تحت كلمة متوازن أكتر من خط لأنه الغذاء الصحي المتوازن يعني المتكامل اللي فيه كل أو أغلب العناصر الغذائية اللي جسم الإنسان بيحتاجها علشان ترفع من كفاءة جهاز المناعة على سبيل المثال محتاجين أطعمة فيها كالسيوم محتاجين أطعمة فيها فيتامينات فيها أوميجا سري فيها يعني بروتين وده كله هنلاقيه في أطعمة مختلفة زي الخضروات الفواكه كمان الألبان مهمة جدا جدا فيها نسبة عالية من الكالسيوم هنلاقي اللحوم مثل الدواجن طبعا والأسماك فيها نسبة عالية من البروتين الدواجن عفوا الأسماك تحديدا فيها أوميجا سري دي كلها عناصر مفيدة جدا لجسم الإنسان وبتحسن من كفاءة جهاز المناعة مهمة كمان عشان نحافظ على منعتنا ونقدر نقاوم نزلات البرد والأنف الونزة مهمة قوي أن احنا نكون كمان حارسين على النظافة الشخصية النظافة الشخصية ونحنلخصها فيه غسل الأيدي بشكل يعني مستمر على مدار اليوم مش هنقول كل ساعة والتانية ولكن على فترات خلال اليوم هنقوم نخسل إيدينا هنعود أولادنا أنهم على الأقل قبل تناول الطعام وبعد تناول الطعام لازم أنهم يخسلوا إيديهم سواء كانوا في المدارس أو داخل المنزل يكون ده سيستم للحياة روتين للحياة أن احنا نتعود على أن احنا دايما نغسل الإيد بالمطهرات أو بالمية والصابون دي من الحاجات المفيدة جدا جدا نحطقينا من انتقال العدوى بالفيروسات المختلفة مهمة كمان وده بقى يعني أو دي نصيحة للأم أو ست البيت القاعدة في البيت تهتم جدا بتهوية المنزل تهوية الغرف تحديدا غرف النوم غرف المعيشة نهتم بتهويتها على مدار اليوم لو على أقل عشر دقايق كده خلال اليوم في الصباح الباكر نخلي في تجديد الهواء نخلي في دخول أو مساحة لدخول الشمس يعني داخل الغرف دي من الحاجات المفيدة جدا اللي بتجدد الهواء وبتقلل كمان من انتشار الفيروسات من الحاجات المهمة ويمكن احنا خلاص يعني في بعض الأولاد دلوقتي بدأوا أجازة نصف العام وفي البعض خلاص قرب إن شاء الله ينتهي من الامتحانات خلال بقى فترة الأجازة نهتم بقى بفكرة النشاط الرياضي على قد ما نقدر نعود أولادنا إن هم يبزلوا بعض النشاط الرياضي اللي يعني بيداوم على ممارسة رياضة معينة يستمر فيها اللي مش ملتزم بيه نشاط رياضي معين نحفز أولادنا إن هم يعملوا بعض الأنشاطة الرياضية خلال اليوم ده طبعا بيرفع من كفاءة جهاز المناعة بيحسن من حالتهم الصحية والمزاجية وأيضا قدرتهم على التركيز بشكل أكبر على مدار اليوم دي طبعا نصيحة مهمة جدا جدا وإحنا كمان ككبار بقدر المستطاع نحاول نبزل قدر من الجهد البدني أو ممارسة الرياضة لو مشينا كل يوم ربع ساعة أو تلت ساعة دي من الحاجات المفيدة جدا جدا لصحيتنا وإلى أجسامنا آخر النصيحة بقدمها لحضراتكم النهاردة إن إحنا ناخد قصة كافية من النوم على مدار اليوم يعني أقل حاجة ننامها هي 8 ساعات 8 ساعات ده معدل مناسب جدا جدا لأي شخص على مدار اليوم إنه ينام 8 ساعات متواصلة طبعا هنقول إن إحنا ننام كمان في أوقات مبكرة ونستيقص في أوقات مبكرة دي من النصيح المهمة جدا لأنه حقيقي النوم لقدر معين مناسب ده بيحسن من كفاءة جهاز المناعة بينشط أجسامنا بيدينا باور وطقة إن إحنا نجدد من نشاطنا ونصحى وإحنا فيقين ومسخصحين وقدرين إن إحنا نبزل يعني جهد بدني بشكل معين دي نصائح نصائح سريعة جدا بقدمها لكم النهاردة ورب كلنا نكون على وعي إنه الاهتمام بروتين صحي روتين للحياة مناسب دي من الحاجات المفيدة وما فيش غنى طبعا عن إننا كمان نلتزم بالإجراءات الاحترازية التباعد في السلام التباعد طبعا وإحنا يعني نتعامل مع بعض دي من الإجراءات المهمة جدا اللي تعودنا عليها وعتدنا عليها منذ ظهور وبداية جائحة كورونا ربنا يحفظ حضراتكم جميعا ويحفظنا وإن شاء الله كده فصل الشتاء سعيد ويمر مرار الكرام بإذن الله وإن شاء الله تستمتعوا بأجواء أيضا شتوية جميلة بإذن الله صباحكم جميل ونسمع معاكم دلوقتي أغنيتنا ونرغالوكم مور راتني